وفي الموضوع الأول ودون مقدمات وليد صادي على رأس اتحادية كرة القدم هذا هو موضوع السوشال ميديا في الجزائر اليوم لكن وليد قال بصوته ولسانه كلمة تجعلنا نبحث في أمر فترته القادمة قال أنا لست رئيس المنتخب الوطني ولكنني رئيس الفاف لكنه في كلمة الشكر سمى رئاسة الاتحاد بموقف التكليف للتشريف لنشاهد الفيديو أيها السادة الأفضل أيها السادة الأفضل تحية طيبة وبعد في هذه اللحظات المميزة التي انتخبتموني بها لرئاسة الاتحاد الجزائرية لكرة القدم الواجب يقتضي تقديم الشكر على الثقة التي منحتوني إياها والتي هي في الواقع تكليف وليس تشريف أتحسس أهميته وأمل أن أكون في مستوى سأحاول الالتزام ببذل الجهود المطلوب لارتقاء إلى مستوى تثقتكم وثقة جماهيرنا الوطنية والقيادة الرشيدة للبلاد آملا منكم تقديم يد العون من أجل إنجاح مهمتي في الارتقاء بكرة القدم وأن تساعدوني وتنصحوني وتصوبوني وتعينوني في مصلحتنا واحدة وغايتنا واحدة ووطننا واحد دام عز الجزائر وجعلنا الله ضخرا للبلاد المجد والخلود لشهداء الأبرار وتحية الجزائر التي تنتظره ليست ما تعلق بالخضر من معسكر سيدي موسى والعناصر المستقطبة والمباريات القادمة ودية ورسمية إلى آخره بل تنتظره تحديات إعادة تنظيم كرة القدم المحلية وكل ما يخص الأندية الجزائرية وحتى كرة القدم الشاطئية وفرق كرة القدم النسوية إلى آخره لكن صادي يأتي في فترة حريجة فبعد حديثه عن ترشيد النفقات وخلق موارد مالية مستعجلة إلا أن النقطة الأساسية هي أنه الرئيس الثالث لعهدة واحدة ولسنا نحن من نستغرب هنا بل أهل الشأن من فعلوا في الفيديو لغهاية الالجرية إلى أعضب المملكة إنه كرة القدم المملكة سيكون لغها أعضب 3 أشياء في 3 أشياء سيكون لغها من أولى أن نظر سيكون لغها وعلا يدعوني ومن لا يفهم أن ثلاثة رؤساء في عهده واحدة هو أمر غير عادي وسيعرقل نمو وتطور الاتحادية المصطلح الآن هو تيك تاك بما أن الفرصة الممنوحة لصعدي عام ونسب فقط لنترح السؤال المشروع من أين جاء وليد صادي نعم لم يكن الرجل لاعب كرة قدم أو مدرب لكن ابن وادسوف هذا الذي تعلم التجارة في سطيف دخل عالم المستديرة من هناك رشحوا ذلك إلى تقلد منصب الذراع الأيمن لروراوة وعلى لسان سرار فيوم مع روراوة يعادل عاما من دراسة هذه الرياضة لكن صادي اليوم يقف على خط رفيع وحاد يفصل بين الفرصة والمسؤولية أخبرتموه بأرائكم أنتم في التعليقات نبدأ بمحمد الذي كتب الصحة الطريقة اللي جاء بها لم تقنعني ترشحوا ثلاث أقسو اثنين يعني انتخابه تحصيل حاصل مع كل احتراماته إلى خبرته في كرة القدم فؤاد سحراوي كتب في تعليقه الرجل المناسب في المكان المناسب لكن الفترة التي أعطوها له لا تكفيه لترتيب الأوراق التي بعثرها الذين سبقوها السبتي فؤاد كتب مبروك للكرة الجزائرية الوحيد لقادر يرد الكرة الجزائرية للطريق الصحيح ودليله في التعليق أن هنا 76 صوت من أصل 82 عبيد العيد كتب في تعليقه الخبرة والشباب الكل يأمل خيرا في الوجوه الجديدة بعيدا عن السابقين نتمنى للكرة الجزائرية أن تحترف فعلا ويكون لها صدى وحضور أفريقي عربي وعالمي تمنيتنا للمنتخب للناخب الوطني العمل بأكثر أريحية مع المكتب الجديد ودون مؤامرات ولا كولسة كما كان في السابق تعليق آخر لمحمد شريف الذي بارك ألف مبروك إن شاء الله يحسن ويطور كرة القدم الجزائرية خاصة تكوين المحل والناشئين إلى بقية التعليقات وهذا ما اخترناه منها ونذهب إلى الموضوع الثاني